سؤال جالنا من ام بتقول انا مقيمة خارج مصر وابني عنده 15 سنة وانا وزوجي في خلاف مستمر من سنين طويلة ووصلنا منذ عام لقرار الانفصال ابني تحول بقى عصبي بيشتم بيتصرف غلط وحسنه بيدع مني بابا خارج الصورة اعمل ايه؟ خلينا اقول للام ان فعلا خارج مصر التحديات صعبة الابن هنا في مرحلة المراهقة فاللي بيحصل ده سقيل جدا نفسيا عليه لانه هو بيمر الواحده في تحديات خاصة بمرحلة المراهقة اكيد هستور الخلافات ما بين بابا وماما طول العمر بيعمل مشاكل نفسية كتير عنده اللي جواه حاليا مش نتيجة الانفصال بس لكن نتيجة الخلافات المستمرة اللي بتحصل من زمان واللي بتفقده شعوره بالامان التفسير عام للطفل اللي بيتعرض لنفس الظروف دي هيحس بالزنب هيحس بالمسئولية هيحس بالعجزة هيحس بعدم الامان ولانه في مرحلة المراهقة فاساسا بيكون عنده المشاعر عالية وسريعة وقوية ده طبعا بيخليه مش قادر يتحكم فيها بما ان بابا شاي ليده هتكون هنا المسئولية على حضرتك هتحاولي تطبنيه على قدر الامكان وان الجنبه مش هتتخلي عنه ابدا مهما حصل هتحاولي تتعاملي مع احساس الزنب عنده وتأكدي على فكرة ان ملهوش اي زنب في اللي حصل هتعرفيه ان الوضع اللي حاصل مسئوليتنا احنا كاكبار مش مسئوليتك انت هتعبري عن اسفك لي عن الوضع اللي موجود والنتيجة اللي وصلنا لها وان كان نفسك تكون الحياة مستقرة اكتر من كده لكن ما قدرتيش تعملي اكتر من اللي انت عملتي هتساعديه يعبر عن مشاعره على قدر الامكان وهقول لحضرتك على شوية اسئلة ممكن تستخدميها معايا عشان تساعديه انت حاسس بايه اتجاه الوضع اللي حاصل ايه شعورك ناحيتيه طب مشاعرك ناحية بابا شايف بكرة عامل ازاي اسئلة من النوع ده كل ما بتساعديه خرج مشاعره وديقه وغضبه كل ما الضغط اللجوة بيقل شوية مع شوية مع الوقت ممكن يقدر يتحكم في مشاعره وردود افعاله اكتر طبعا لو قدرت تخليه يلجأ للمساعدة المتخصصة هيكون هايل عشان يقدر يعبر عن اللجوة بحرية اكتر يمكن ما يقدرش يشارك حضرتك بكل اللجوة ربنا هيديك نعمة هتقومي بدورك على قد ما تقدري وربنا هيكمل الله امين مع كل واحد في التجربة اللي بيمر بيها وبيدي النعمة على قد الديقة اللي موجودة يمكن احنا كاباء وامهات بنقصر تجاه اولادنا لكن الله امين مع اولادنا وبيظل امينا زي ما الكتاب قال فماذا ان كان قوم مننا لم يكونوا امانات افعل افلعل عدم اماناتهم يبطل امانة الله حاشا هنقوم بدورنا على قد ما نقدر وربنا هيكمل عايز اشجع حضرتك على كتاب حلو اسمه دليل الاباء الواحدين للتربية الايجابية الكتاب ده في الحقيقة هو دليل شامل لتحقيق التوازن والاحترام والتعاون لتنشئ الطفل مبدع في اسرة زيت عائل واحد يعني كتاب مخصوص بيتكلم عن التربية لما بتكون الاسرة فيها اب لوحده بدون الام او ام لوحدها اه بدون الاب ربنا يديكي نعمة ويكمل اه الدور اللي حضرتك هتقومي بيه يسندك ويسنده ويكون معاكم في التجربة الصعبة دي ربنا معاكم وشكرا لسؤالك ومستنين اسئلتكم على رسائل الصفحة عشان نعمل لكم الفيديوهات بتاعت اسألني سؤال